في سياق منفصل وفي سابقة غاب القادة الأفارقة عن قمة أصدقاء فرنسا التي انطلقت اليوم بمدينة مومبوليه حيث جاءت هذه المرة مختلفة برفض قادة أفارقة المشاركة فيها عدى بعض رواد الأعمال والفنانين والرياضيين ما يفسر مدى تراجع العلاقات الفرنسية الإفريقية رغم محاولات المراوغة من الرئيس الفرنسي تقرير فاطمة أحمد مهديد سقطة أخرى تطيح بمكانة فرنسا وعلاقتها بالقارة السمراء وهذه المرة من انطلاق أعمال قمة أصدقاء فرنسا بمومبوليه قمة بنكهة غير رسمية بعد عزوف رؤساء وقادة دول إفريقيا عن حضورها وبحيث الرؤساء أن هناك في إعادة النظر وتراجع وثانيا ما تنساش أن نقولها أن ماكرون في آخر عهدته يريد أن يخرج من المجتمع الفرنسي في العهدة القادمة يريد أنه بإنجاز الإنجاز ولو بسيط تهاوي كافة فرنسا في ميزان العلاقات الدولية في ظل انتعاش العلاقات الصينية الإفريقية وتعزيز شراكة الأمريكو أفريقية الإيطالية والتركية حقيقة هذا يعني يكشفنا عن مؤشر أولي أن فرنسا الآن غير قادرة على أن تقود قمة أفريقية يبترض أن تؤدي بالنتيجة إلى الخروج بقرارات موحدة بمعنى أن أفريقيا الآن لا نقول مقسمة وإنما هي مجزئة على مستوى الموقف السياسي ولا تستطيع أن تتفق مع الجمهورية الفرنسية في اتخاذ قرارات موحدة فرنسا العجوز تعيش أسوأ مراحلها التاريخية وما زد من تأزم الأوضاع على المسويين الداخلي والخارجي هو ضعف رئيسها الذي أخلط الأوراق الدبلوماسية في إفريقيا عبر تصريحته الأخيرة بشأن الجزائر ومالي أما دورها فلن يعود إلى الواجهة إلا بتغيير نظرتها الاستعمارية